ريم وفردوس، مسأل خير ريم، مسأل خير فردوس، وصلت لرسالة استاذ مالك، ربنا بيقول انصر أحاكا ظالما أو مظلوما وأنا شايفة أمه وبنته قدامي عم بيموتوا هني وعايشين وما بقى فيه اسكت عالظلم أصلا هني ميتين بس بعد فيه النفس بس ومني عارفة كيف بدي ساعدهم بدي تساعدني لخلصهم لأنه بأي ساعة بموتوا وضميري مش رح يرتاح طول العمر لأنه عارفة بقصتهم ومش عم بقدر ساعدهم وبعدني لهلأ ساكت بس جزء الأول من الرسالة بتختم أول شي بدك توعدني أنه ما تجيب سيرتي نهائيا هاي دي الرسالة اللي على أساسها تحركت ودعيتكن ضغري لتكونوا أنتو جوفوا بالسجول الحكي مزبوط فيه طفلي أستاذ مالك نحن بدنا منك تساعده فيه طفلي بحاجة لمساعدة فيه طفلي بحاجة لمساعدة شو وضع البنت؟ مثل أطفال بورما شو يعني مثل أطفال بورما؟ أطفال المجعوت في حروب يعني ما عندها إلا العظام في الجسم طفلي أو الأم وبنتها؟ الأم وبنتها الأم نفس الحال كيف يعني نفس الحال الأم؟ يعني ضعيفي ما فيها تتحرك ما عندها حالة تتحرك أحكفي أنا بالرسالة والرسالة بتقول تحديداً هي وبنتها صاروا مثل المومية جلده عظم والبنت صارت شبه ميتة لحم جسمها دايب مثل الشمعة يعني قد ما أحكي الحكي غير الشوفة تخيل كيف شكل المومية تعرف ساعتها كيف شكله شي رهيب شكل ميل؟ شكل الأم أو شكل البنت؟ الأم والبنت نفس الشي يعني بس عظم هيكل عظمة بس وتقولي على جلده عظم أقول نشر عليها بس مفي هيكل عظمة وعم بتقولي رسالة مثل المومية يعني ممكن تشبه البنت للمومية؟ أعم عظم صدراً بينين يعني البنت شكلها مثل هاي؟ أعم نفس الشكل أدي عمر البنت؟ ثلاثة سنوات ثلاثة سنوات تقريباً الولد بعمر ثلاث سنوات بيكون تقريباً وزنه بـ 12، 14، 15 كيلو أين وزنه مش طبيعاً وزنه بحوالي بيطلع أربعة كيلو ما عنده وزن نهائيه والأم ما طلعه الأم شو اللي وصل أم وبنت يكون وضعهم ممكن يتشبه لوضع المومية قلة التغذي لماذا؟ أستاذ مالك أنا اليوم جاي نعم وأريد أحكي كل شيء أريد أحكي كل شيء كل شيء بقلبي أريد أحكي نعم ضررته منعتها عن الأكل وزنه بغرفة سجنته بغرفة لا يوجد لضو فيها صوفا بالنص فيها جورة أنا رفت ورأت الغرفة والغرفة إذا ترونها سيئة كثيراً سيئة لماذا ضررته؟ لا أعرف أنت قومة عزبة لا أعرف ما هو السبب مين حابس؟ قلت لي الضررة مسجونة الضررة أول واحدة حبس الثانية يعني الزوجة الأولى حبس الزوجة الثانية قديش عمرة القصة؟ 10 سنة قديش؟ 10 سنة القصة قالت 8 سنين الزوجة الأولى ساجن الزوجة الثانية بغرفة ما بفوت فيها ضو ما بتخليني يتلعوا برات البيت يعني بالغرفة بيطلعوا شوية على الصالان وبيرجعوا بيروحوا على الغرفة إذا إجاء حدا لعندهم بتقفل الغرفة علي وما مناطق هذا الحكي ما قالك هناك أنه أنا عادت مع المرأة اللي ما نحكي عنا زهية الضررة الثانية عادت معها وسألتها قالت لي هذا الحكي هي بصفتك مين عادت معها؟ أنا عمتها للبنت بيكون خيي زوجي أنت عمتها للبنت؟ نعم يعني أنت خيي كلي مزوج الزوجة الأولى والزوجة الثانية نعم بس عم بتقولولي أنه الزوجة الثانية والبنت الصغيرة عم بيعانوا من سوق تغذية وجراء سوق التغذية صار وضعهم الصحي متدهوة نعم مين عندهم يأذي الأم وبنتها؟ ما في غيره مين بدو يأذي غيره؟ ليش بدأ تأذيهم؟ معقولي هدفها الموت البطيء نعم موتاً على البطيء هكي أنا بعتقد ما بعرفيه شو هذا ليش برأيك هيك؟ لأنه قفضت لي جوزة ما تنتقم منه هذا الحكي اللي قلت لي ضرتها أنا مني سكنة هون أنا جيت هلأ شهرين لهون وشفت إني سألت عنها طلعت لعندها مرتين سألتها ويني قال ما بتحب تعد مع حدا أنا قلت ليش ما بتحب تعد بس بركي فعلاً ما بتحب تقعد مع حدا عند رهيب اجتماعي يمكن هي ما بدا تطلع لأنه سألت أنا بعدين لاش وقت أطلع كانت أطلع ما تطلعي بتقلي هي تقفل البيب ما تخليني أطلع يعني كل ما إيجا حداً اللي عندون هي بتقفل البيب عليه وما بتخلى تشوف أحد يشوفه ترجمة نانسي قنقر